أكد وزير العدل الدكتور بسامة تلهوني الأثر الاقتصادية الكبير للتعديلات التي طرأت على قانون التحكيم من خلال جذب الاستثمارات وتلبية احتياجات سوق العمل واستقطاب أطراف النزاعات إلى المملكة لتسوية نزاعاتهم بحيث يصبح الأردن مركزاً وطنياً وإقليمياً للتحكيم وجاء ذلك في ندوة حول التعديلات الأخيرة على قانون التحكيم نظمتها جمعية المحكمين الأردنيين بالتعاون مع نقابة مقاولي لإنشاءات الأردنيين وضاف التلهوني أن عقد مثل هذه الندوات يرسخ مبدأ التحكيم والتوجه إليه كوسيلة بديلة للقضاء القانون عدل من حوالي سبع أشهر تقريباً القانون عصري حديث يساعد المتنازعين في الوصول إلى حل عن طريق التحكيم مثل ما نعرف التحكيم هو وسيلة ملزمة لحل النزاعات وتحكيم يعني رديف للوصول إلى العدالة وإلى الحكم بديلاً عن الوجوء إلى المحاكم